من التطبيقات الأخرى على قوانين النيوتن اللي هي Toads Machine التودز ماشين كما في الشكل أنه في عندي بولي اللي هي بكرة معلقة وهذه البكرة تحمل كتلتين تحمل كتلتين فالبكرة هنا دائما بالأسل نعطيها ماسلس يعني ما إلها أي كتلة ما إلها أي تأثير فإذا كان السؤال مثلا الموجود اللي هو به صفحة 16 معطينا الام 1 تساوي 3 كيلو جرام والام 2 تساوي 5 كيلو جرام ويقول لنا بدي الأكسليريشن للسيستم بدي الأكسليريشن للسيستم هاي المسائل اللي هي Toads Machine خير ركز فيها بشكل مهم احنا تعلمنا إنه أول إشيء يجب نحدد اللي هو مقدار وقوة المؤثرة على الأجسام في عندي كتلتين فمنلاحظ أنه في عندي للأسفل اللي هي M1G وهنا للأسفل في عندي اللي هي M2G للأعلى هنا في عندي Tension وللأعلى هنا في عندي كمان Tension اللي هو قوة الشد منلاحظ أن Tension في هذا الحبل هو نفسه Tension في هذا الحبل لأنه كتلتين مربوطات مع بعضهم البعض في حبل واحد فلذلك قوة الشد في هذا الحبل رح تكون نفسها الخطوة الثانية في حل هذه المسائل يجب مهم جداً يجب أنه نحدد اتجاه الحركة نحدد اتجاه الحركة لو سألكم مين اعتجاه الحركة نلاحظ أنه من خلال الكتل منلاحظ أنه M1 هي عبارة عن ثلاثة كيلوغرام والأمتو هي عبارة عن خمس كيلوغرام لذلك تلقائياً للكتلتة أعلى رح تسحب كتلتة أسفل ف Owen رح يكون انتجاه الحركة الى الأعلى وهون رح يكون انتجاه الحركة الى الى الأسفل فإذا انتجاه الحركة Blade هاي النقطة إحنا نحدد اتجاه الحركة اللي يا وحدنا اتجاه الحركة اللي هو طبعاً هو هذا الـ Acceleration اللي هو اتجاه الحركة الآن نطبق قوانين نوتن الثاني أو قانون نوتن الثاني اللي هو مجموعة القوة يساوي M نأخذ كل جسم على حدة نأخذ كل جسم على حدة بالنسبة لـ M1 خلينا نأخذ الجسم اللي هو M1 مجموعة القوة يساوي الكتلة في التسارع بالنسبة لمجموعة القوة نحن دائما نقولنا نأخذ اللي مع اتجاه الحركة فالآن من هو مع اتجاه الحركة اللي هو فإذا راح يكون عندنا تنشن ناقص M1G يساوي عندنا راح يساوي عندنا اللي هي الكتلة الأولى M1 في A من هنا بقدر أوجد قيمة التنشن التنشن راح يصير عندنا M1G زائد M1A هاي علاقة بدأ احتفظ فيها الآن أخذ بالنسبة للجسم أو الجسم اللي هو نفس الشيء نطبق قانون نيوتن الثاني مجموعة القوة يساوي الكتلة في التسارع مجموعة القوة الآن نأخذ اللي مع اتجاه الحركة ناقص ضد من هو المع تجاه الحركة اللي هو M2G من الضد اللي هو التنشن فبطلع عندنا هنا العلاقة اللي هي M2G ناقص التنشن يساوي M2 في الأكسليريشن A فهاي العلاقة الثانية فصار عندي علاقتين معادلة الاولى معادلة الثانية ماذا أريد؟ أريد العلاقة الثانية ألاحظ أنه لا له نفسه فأعاوض قيمة التنشن هنا بطلع معي الأكسليريشن طب أفرض أن السؤال طلب منك التنشن بطلع الأكسليريشن ونعاوضه هنا بطلع معنا قيمة التنشن فلذلك أنا أقدر أختصر هذا المعادلتين بحيث أن أوجد الأكسليريشن بطلع معي عبارة عن ناقص M1 على M1 زائد M2 لكل مضروب في G وطبعا بإمكانك أنت توجد التنشن التنشن راح يطلع معنا اللي هو T راح يساوي عنا 2M1 مضروب في G على M1 زائد M2 بعد ما تعوض القيم بطلع معك قيمة التسارع بطلع معك قيمة التنشن نلاحظ أن التسارع راح يطلع معنا تقريبا 2.5 متر لكل ثاني تربيع والتنشن راح يطلع معنا تقريبا 37.5 N فهذه الأمور أرجو أنها تكون واضحة هذا هي طريقة حل مسائل على التودز مشين في كمان تطبيق آخر على قوانين نيوتن هي تطبيقات كثيرة جدا لكن أنا هنا بالفيديوهات والمحاضرات هاي راح أركز على الأكثر أهمية والأكثر استخداما عندنا في عندنا مثال موجود في صفحة 18 المثال هو عبارة عن سطح مائل سطح مائل أخذناه قبل شوي كان له زاوية ميلان هي مقدار ثيتا ولكن على سطح المائل في عندي هنا بولي ماسلس بولي اللي هي كرة محملة وفي عندي كتلة مقدارها M1 وعندي كمان كتلة مقدارها M2 الآن هذا السؤال معطيني اياه وقال لنا السؤال بدي الأكسلرات وبدي التنشن للسيستم فبدي الأكسلرات وبدي التنشن للسيستم طيب هل معطيني قيمة M1 ومعطيني قيمة M2 لا مش معطيني لكن خلينا نفرض أنه M2 هي أكبر من M1 فلذلك تجاه الحركة كيف رح يكون رح يكون عندي تجاه الحركة بهذا الشكل وهذا هو الأكسلرات فيا هذا يا أنه أنا فرضته من عندي أو أنه السؤال بكون معطيك أو أنه الرسمة بكون حاط لك زي هي كالأكسلرات إذا كان بالرسمة معطينا تجاه الأكسلرات فلذلك تلقائيا بفهم أنه M2 ستكون عندي أكبر من M1 طيب الآن الخطوة الأخرى نفس الشيء ما في عندنا أي إشكالية بدنا نحلل القوة نأتي على الجسم اللي هو M1 M1 مين بيأثر عليه؟ بيأثر علينا عندنا هنا قوة شد بهذا الشكل وفي عندي أنا ننساش أنه في عندي قوة الجاذبية بهذا الشكل وبإمكاني أحللها هاي قوة الجاذبية لمركبتين تطلع عندي هنا اللي هي أم جي كو ساين ثيتا التحليل تعلمنا في الفيديو السابق وهنا أم جي ساين ثيتا وعندي نورمال فورس إلى الأعلى طبعاً أي نورمال فورس نورمال فورس للكتلة الأولى فلذلك بالنسبة للجسم الأول مجموعة القوة رح يساوي عندنا على محور Y مجموعة القوة على محور Y رح يساوي صفر ليش؟ لأن الحركة فقط على محور X لأن الحركة صارت على هذا المحور ما في عندي حركة على محور Y فإذا كنت سارع محور Y رح يساوي عندنا صفر بالحالة هي النورمال فورس رح يساوي عندنا اللي هي مجي كو ساين ثيتا طيب الآن نيجي على محور X مجموعة Fx رح يساوي عندنا في عندنا حركة على محور X فالذلك في عندنا تسارع على محور X اللي هو نفسه التسارع للسيستم كامل الآن احنا قلنا باتجاه الحركة بهذا الشكل فالذلك رح يساوي عندنا تنشن ناقص M1 G ساين ثيتا رح يساوي عندنا الكتلة الأولى في التسارع لها من هنا أحنا بقدر أوجد أن التنشن رح يساوي عندنا M1A زائد M1 G ساين ثيتا هاي قيمة التنشن الآن نأخذ نفس الشيء بنسبة للكتلة الثانية اللي هي M2 خذنا نخضع ورقة الثانية بنسبة للجسم M2 بنسبة لل M2 ما في عندي إلا إلى الأسفل في عندي قوة الجاذبية الأرضية اللي هي M2G للأعلى اللي هو التنشن اللي هي قوة الشد بما أن الحركة باتجاه M2G فإذا رح يصير عندنا مجموعة القوة اللي هي M2G ناقص التنشن فبنسبة للكتلة الثانية مجموعة القوة رح يساوي الكتلة في التسارع عندي اللي تجاه الحركة اللي هي M2G ناقص التنشن رح يساوي عندنا M2 هاي كمان معادلة باستخدام هاي المعادلة والمعادلة اللي أوجدناها بالنسبة للكتلة الأولى بإمكاني أوجد الأكسليريشن الأكسليريشن سيطلع عندي M2 ناقص M1 ساين ثيتا الكل مضروب في G مقصوم على M1 زائد M2 والتنشن بإمكاني أوجده لو هي برعا M1 M2G على M1 زائد M2 الكل مضروب في ساين ثيتا زائد واحد فهذا هي قيمة الأكسليريشن وقيمة التنشن أوك الآن بدي نتطرق لآخر فكرة في تطبيقات على قوانين نيوتن إذا كان في عندي سطح مائل لكن من الجهتين كيف؟ يعني عندي بهذا الشكل عندي هاي الزاوية هي ثيتا عندي هاي الزاوية هي ثيتا وعندي بالأعلى هي بكرة بولي وفي عندي كتلتين كتلة الأولى اللي هي M1 الكتلة الثانية اللي هي مقدارها M2 وطالب مني بالسؤال وطالب مني وطالب مني تنشن ولكن السؤال معطيني معلومة كثير مهمة قال إنه M2 أكبر من M1 فلذلك تجاه الحركة كيف رح يكون؟ بما إنه M2 أكبر من M1 فإذا رح يكون تجاه الحركة بهذا الشكل طيب أول شيء ما بدنا نساوي بدنا نحلل القوة بالنسبة لل M1 في عندي للأسفل اللي هي M1 والM2 كمان للأسفل في عندي هي مقدارها كم؟ رح تكون مقدارها M2G بإمكاني أحللهم أنا في عندي هون نورمال فورس اللي هي N1 وفي عندي هون نورمال فورس بإمكاني أحللهم الM1G احت علمناها في الفيديوهات السابقة هيتطلع معنا M1G كوسين ثيتا وهنا عندنا M1G سين ثيتا وبالنسبة لهذا الشكل رح يكون عندي هنا عبارة عن M2G كوسين ثيتا وهنا رح يكون عندنا M2G سين ثيتا الآن حللنا القوة بأن نأخذ كل جسم لحاله بالنسبة لM1 مجموع القوة يساوي الكتلة في التسارع طبعا مجموع القوة يساوي الكتلة في التسارع التسارع طبعا على محور X محور Y ما في عندي أي حركة فالنورمال فورس بالنسبة للأول رح يساوي عندنا M1G كوسين ثيتا والنورمال فورس الثاني رح يساوي عندنا M2G كوسين ثيتا لنستخدمهم بالنسبة للمحور X عندي مجموع القوة الحركة بهذا الاتجاه طبعا نسينا شغلة مهمة اللي هو عندنا التنشن بهذا الشكل فاتجاه الحركة بالنسبة للكتلة الأولى بهذا الشكل سيكون عندنا تنشن ناقص M1G صين ثيتا في ذن T ناقص M1G صين ثيتا سيساوي عندنا M1 في A من هنا بنقدر نستنتج أن نبتير التنشن اللي هو عبارة عن M1A زائد M1G صين ثيتا هاي المعادلة الأولى بالنسبة للكتلة الثانية نفس الشيء مجموع القوة يساوي الكتلة في التسارع لكن اتجاه الحركة بهذا الاتجاه فراحكوا عندي M2G صين ثيتا ناقص التنشن في ذن M2G صين ثيتا ناقص التنشن يساوي M2 في A يساوي عندنا M2 في استخدام طبعا المعادلات اللي هي حذف التعويض بطلع معنا الأكسليريشن يساوي M2 ناقص M1 مضروف في صين ثيتا مقصوما على M1 زاد M2 وبالنسبة ل التنشن رح يساوي عندنا M1 M2 G صين ثيتا مقصوما على M1 زاد M2 هكذا نحن أوجدنا الأكسليريشن والتنشن للسيستم في هذه الحالة بإمكانك طبعا إذا كان معنا معنا أرقام بإمكانك تعوض إلى أرقام تطلع الجواب النهائي هذه هي أبرز التطبيقات على قوانين نيوتن فأكتفي بهذه الأمثلة على تطبيقات على قوانين نيوتن في ضايل عندنا سكشن أخير في هذا الشابتر اللي هو فريكشن فورس خلينا خليه في هذا الفيديو السكشن هو بعنوان فريكشن فورس فريكشن معناها احتكاك فورس معناها قوة فصار عن عنوان السكشن هو قوة الاحتكاك رمزها F رمزها F طبعا مش كابتة F small F شو هي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك هي The resistance to the motion because of the interaction between the objects and its surrounding كيف إذا كان في عندي جسم بهذا الشكل وهذا السطح ليس أملس كل الأمثل اللي أخذناها فيما سبق كانت frictionless عديمة الاحتكاك يعني أملس لكن هذا السطح خشن فالآن هذه القوة هذه الكتلة التي بها مقدارها أم طبقنا عليها قوة ستتحرك بهذا الاتجاه بتسارع معين الآن أثناء مسير هذا الجسم على هذا السطح الخشن ستكون هناك احتكاك بين الجسم وبين السطح الخشن هذا الاحتكاك يخفف من مقدار التسارع الي عندي لماذا؟ لأن القوة الاحتكاك دائماً راح تكون عندي باستسارح 20 عكس إتجاه الحركة فيذا كانت التجاهها بهذا الاتجاه فيقوة الاحتكاك تكون عندي哲 عكس اتجاه الحركة اذا كانت الأسطحة كامتشة المطبقة بهذا الشكل الحركة 배 Long الآن بالنسبة لفريكشن فورس اللي هي قوة الاحتكاك في عندي نوعين ياريت نركز فيهم عشان تكون أمور واضحة النوع الأول احنا منسميه استاتيك والنوع الثاني منسميه احنا كاينتك استاتيك معناها سكوني كاينتك معناها حركي فصار فيها قوة استاتيك فريكشن فورس فصار فيها قوة احتكاك السكوني والكاينتك فريكشن فورس قوة الاحتكاك الحركي ف свои رمزها عبرز بـ Fs وهي رمزها عبرز بـ Fk فقط لفريكشن فورس قوة الاحتكاك السكوني قوة الاحتكاك السكوني و هن راح يسابع عندنا ميو كي في م اللي ميو هاي هي معامل الاحتكاك الحركي السكوني وهو المعامل الاحتكاك الحركي فنسمي هاي الميو اللي هي coefficient of friction coefficient of friction اللي هي معامل الاحتكاك إذا كان عندنا احتكاك سكوني فبتكون عندنا معامل احتكاك السكوني إذا كانت احتكاك حركي بيكون عندنا معامل احتكاك الحركي الآن السؤال اللي بطرح نفسه شو الفرق بين احتكاك السكوني قوة الاحتكاك السكوني وبين قوة الاحتكاك الحركي الفرق بيناتهم بسيط يا جماعة الآن جسم ساكن مش متحرك بكون احتكاك سكوني بعده مش متحرك فقط ساكن التسارع أو السرعة تساوي صفر displacement 0 تسارع 0 السرعة 0 الجسم ساكن فلذلك بكون عندنا static friction force الجسم بدأ بالحركة صار متحرك بكون عندنا kinetic friction force فإذا مدام الجسم ساكن بكون عندنا static مدام الجسم تحرك بكون عندنا kinetic friction force في بعض الملاحظات المهمة اللي بدي إياك وتركزوا معاي فيها في هذا الفيديو أول ملاحظة إذا كانت هذا الجسم على سطح خشن إلو كتلي M طبقت عليه قوة مقدارها F فرح يتولد عندي بالاتجاه المعاكس اللي هي friction اللي هي قوة احتكاك إذا كانت قوة مطبقة اللي هي applied force نفرض إنها عبارة عن 10 نيوتن تمام وكانت عندي القوة الاحتكاك هنا الفريكشن فورس سنقول إنها تساوي مثلا عبارة عن قوة الاحتكاك سنقول عبارة عن 20 نيوتن فهل يتحرك الجسم؟ لا يتحرك الجسم فلذلك ما ستكون عندي static friction طيب الآن إذا زدت إلى 10 نيوتن خليت إلى 15 نيوتن هل يتحرك الجسم؟ لا ليش أن قوة الاحتكاك راح تكون أكبر فلذلك يبقى second static طيب زدتهم خليتهم 20 هل يتحرك الجسم؟ لا بدوا يتحرك فلذلك بتكون عندي هون static ماكسيمم فقوة الاحتكاك السكوني العظمى طيب إذا زدت إلى 25 صارت عندي 25 بتتحول مباشرة هاي لف K اللي هي قوة الاحتكاك الحركي بتحول عندنا لقوة الاحتكاك الحركي فإذا بدي أمثلها كرسم بياني برسمها بهذا الشكل إذا طبقت قوة مقدارها مثلاً 5 نيوتن وأنا عندي قوة الاحتكاك العظمى هي عبارة عن 20 نيوتن فلذلك مش راح يتطبق يعني 20 نيوتن عشان تمنع الحركة بكفية 5 نيوتن تمنعه من الحركة فلذلك إذا كانت فيها عندي المحور X هو عبارة عن قوة الاحتكاك بالنيوتن وهنا الـ Applied Force بالنيوتن بالبداية راح يكون عندنا قوة الاحتكاك الـ Applied Force راح يساوي عندنا قوة الاحتكاك السكوني لأن الجسم لسه ما تحرك احنا طبقنا واشاً 10 نيوتن ما تحرك فلذاك راح يقابلوا قوة احتكاك مقابلها 10 نيوتن لما طبقت 15 نيوتن قابل قوة احتكاك 15 نيوتن لما طبقت 20 نيوتن قابلوا قوة احتكاك ماكسيمم مقدارها 20 نيوتن فقوة الاحتكاك السكوني راح تكون بمقدار القوة المطبقة طيب من لاحظ أنه علاقة طردية بيناتهم عندنا نقطة معينة عندنا نقطة معينة بتكون عندنا قوة الاحتكاك السكوني مالها في أقصى قيمة فلذاك هاي بنسميها F-S ماكسيمم بعدها بصير عندنا الحركة بهذا الشكل هذا الفرق اللي هو عبارة عن الاحتكاك الحركي اللي هو F-K اللي راح نعرف نقب شوي اللي هو M-U-K في N منلاحظ هنا أنه دائما القوة الاحتكاك الحركي أقل من قوة الاحتكاك السكوني ونتيجة لذلك منستنتج أنه M-U-K راح يكون عندنا أقل من M-U-S معامل احتكاك الحركي أقل من معامل احتكاك السكوني ليش؟ لأن قوة الاحتكاك الحركي أقل من قوة الاحتكاك السكوني هذا ككلام طيب هل فيه إنه إثبات رياضي؟ أي نعم فيه إثبات رياضي كيف؟ احنا نجي نطبق نفس الشيء على الجسم الموجود على صدق خشن إلى كتلة مقدارها M وفيه عندنا قوة مقدارها F-Applied Force وفيه عندي قوة احتكاك بهذا الشكل بما أنه الجسم ساكن الجسم ساكن فلذلك راح يكون عندي الـF هاي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن Static Friction Force اللي هي قوة احتكاك السكوني نطبق قانون نيوتن الثاني له مجموعة القوة يساوي الكتلة في التسارع بما أنه الجسم ساكن إذن كتلة فإذن تسارع يساوي عندنا الصفر ومنهم القوة المطبقة علينا فيه عندنا قوة F ناقص قوة احتكاك السكوني فمنلاحظ من هنا أنه قوة احتكاك السكوني راح يساوي عندنا الـApplied Force اللي هي F طيب الآن نفرض أنه الجسم تحرك الجسم تحرك يعني فيه إلو Acceleration في إلو Acceleration نطبق قانون نيوتن الثاني اللي هو راح يساوي عندنا الكتلة في التسارع تحرك بهذا الشكل فراح يكون عندنا Applied Force ناقص الـFK يساوي الكتلة في التسارع طيب بالـFK كم تساوي؟ بالحالة هاي راح يكون عندنا الـFK تساوي اللي هي عبارة عن F Applied Force ناقص الكتلة في التسارع فهي هي الـFK منلاحظ من هنا أنه الـFK راح تكون ما لها أقل من الـFS إذا قررنا علاقتين مع بعضهم البعض لاحظاً أن الـFK راح يكون عندنا أقل من الـFS الـCinitric Friction Force هون عنده Static Friction Force طيب الـCinitric Friction Force شو هي هي عبارة عن Mu K في N Normal Force هون عبارة عن Mu S في N والـNormal Force هي نفسها فإذا منستنتج أنه Mu K راح يكون عندنا الأقل من Mu S فأتوقع أنه إن شاء الله الأمور تكون واضحة بالنسبة لكم نأخذ بعض الأنثلة على هذا الأمر بس كمعلومة بإمكاننا أن نأيد حل جميع المسائل اللي أخذناها مع قوانين نيوتن بنفس الطريقة لكن بوجود احتكاك هذا الاحتكاك راح يكون موجود بعكس اتجاه الحركة المطبقة عندي في المثال موجود في صفحة 23 بقول لنا أنه في عندي سطح مائل عليه كتلة مقدارها أم هذه الكتلة سطح خشن عندي سطح خشن ليس أملس وعندي هون الزاوية ثيتا بقول لي أثبت أن الميو أس يساوي تان ثيتا الميو أس شو هي اللي هي قوة احتكاك أو معامل احتكاك السكوني يساوي تان ثيتا لمقدار ميلان الزاوية إذا أخذت الظل لها بس هون شو بقول لي بقول لي الجسم على وشك الحركة الجسم على وشك الحركة فلذلك قوة الاحتكاك السكوني سيكون عندي ماكسيما طبعا مثل ما تعلمنا قبل قليل أنه الامجي للأسفل والنورمال فورس إلى الأعلى فخلينا نحلل بتطلع معنا هنا عبارة عن مجي كوساين ثيتا وهنا بطلع معنا الامجي ساين ثيتا وفي عندي قوة الاحتكاك السكوني الجسم لما ينزلق كيف رح ينزلق رح ينزلق بهذا اتجاه فإن قوة احتكاك السكوني ستكون بالعكس بهذا الشكل الآن نطبق المجموعة F Y على محور Y التي عبارة سيقوم لأنه هناك حركة على محور Y فإذا نلاحظ أنه سيقوم مجي كوساين ثيتا الآن نطبق على محور X سيقوم لأنه كتلة في التسارع على محور X لماذا؟ لأنه هناك حركة على محور X مجموعة القوة على محور X نلاحظ أنه Mg sin ثيتا وفسي F S بما أن نقض القاعدة التي تجاه الحركة ناقص عكس تجاه الحركة فإذا يظهر معنا هنا Mg sin ثيتا ناقص قوة احتكاك السكوني F S ويساوي عندنا صفر لماذا؟ لأن الجسم بعد ما تحرك على وشك الحركة على وشك الحركة نلاحظ من هنا أنه F سيساوي عندنا Mg sin ثيتا طيب هو طالب مني أني أثبت أن Mg S يساوي ثان ثيتا أوكي ما في عندنا مشكلة نحن عندنا F S تساوي Mg S مضروف النورمال فورس فإذا من هنا Mg S سيساوي عندنا قوة احتكاك السكوني F S على النورمال فورس N وقوة بالنسبة للنورمال فورس اللي هي Mg cos θ الMg مع الMg بتروح وصفي عندنا Mg S يساوي عندنا sin θ على cos θ اللي هي tan ثيتا فالآن إذا جاني السؤال بالامتحان وأعطاني سطح مائل وقال لي إنه هذا سطح خشن وإله زاوية ميلان معينة وقال لي أوجد لقيمة الميو S مباشرة بأخذها هي عبارة عن tan ثيتا عبارة عن tan ثيتا مبدون ما أعمل كل هذا الحل فقط أستخدم النتيجة النهائية بهذا الشكل أوكي ف نأخذ مثال آخر على هذا الموضوع يقول لنا إنه في عندي هوكي هوكي باك اللي هي قرص الجليد أو قرص الهوكي الهوكي باك هذا هو قرص الهوكي بمشي بسرعة ابتدائية مقدارها 20 متر لكل ثاني بهذا الاتجاه فمعطينا الـ هي عبارة عن 20 متر لكل ثاني بهذا الاتجاه ويقول لنا هذا القرص قطع مسافة 115 متر فإذن هاي المسافة كوالية تكم عبارة عن 115 متر حتى وصل إلى الرست حتى وصل إلى السكون فإذن هون السرعة النهائية ستكون عندنا صفر فنتيجة لذلك ستكون صفر وهنا ستكون عندنا 115 متر فبما أنه السرعة الابتدائية كانت 20 من السرعة النهائية صفر فإذا الجسم تناقص سرعته إذا تسار عقل بسبب قوة الاحتكاك بسبب عندنا قوة الاحتكاك فبقول أحدد لي معامل الاحتكاك الحركي determine the coefficient of kinetic infraction اللي هو بده الميو كي طيب إحنا هايا أول شغلة بالقرص الهوكي بما أنه متحرك بهذا الشكل ما قال لي ش هي القوة المطبقة عليها فلذاك أنا ما بهمني لكن بهمني اللي هو قوة الاحتكاك الحركي بعكس اتجاه الحركة اتجاه الحركة بهذا الشكل وعندي normal force للأعلى وعندي للأسفل اللي هي الام جي طيب إذا مدى أطبق قانون نيوتن الثاني مجموعة القوة يساوي عندنا الكتلة في التسارع بالنسبة للمحور اكس ومحور واي مجموعة الاف يساوي ام في اي طبعا محور واي كتلة على التسارع يساوي صفر والمجموعة الكتلة اللي هي عبارة ان راح يساوي عندنا ان تساوي ام جي لان عندنا ن ن ن ن ن ن ن ن ن الآن على محور اكس مجموعة القوة يساوي الكتلة في التسارع على محور اكس فالآن هل السؤال معطيني القوة التي أثرت فيها على الابلايت فورس أعطانيها ليس معطينيها فلذلك ماذا عندي فهي عندي فقط اللي هي الاف كأنه يكسر فيها عندي صفر ناقص الاف ك يعني لو كان في عندي قوة مطبقة لها مقدارها اف ناقص الاف ك يساوي ام اكس الآن هاي الاف مش معطيني معاي فبعتبرها صفر بعتبرها صفر ذلك منلاحظ انه مجموعة الاف اكس هي عبارة ناقص الاف هل التسارع على محور اكس معاي مش معاي لكن ممكن يوجده باستخدام معادلات الحركة فذلك بقدر استخدمه باستخدام المعادل اللي هي V فاينل سكوير ساوي V انيش سكوير زائد 2 A في اكس فاينل ناقص اكس انيش هاي احد معادلات الحركة ال V اكس فاينل اللي هي عبارة عن صفر لانه وصل الى حالة السكون V انيش اللي هي عبارة عن العشرين فاذا صار عن العشرين تربية زائد 2 A ال اللي هي 115 ناقص صفر نستنتج من هون انه على محور اكس رح يساوي عندنا اللي هي ناقص 1.74 متر سكوير فالان توقع الامور سهلة فنعوض هذا القانون اللي هي ناقص F K يساوي M في A X الان F K اللي هي عبارة عن قوة الاحتكاك الحركي اللي هي عبارة عن ناقص M K في N يساوي M في A X المطلوب مني اللي هو M K معامل الاحتكاك الحركي فإذا M K رح يساوي عندنا ناقص M في A X مقصومة على Normal Force ويساوي ناقص احنا وجدناها اللي تساوي M في G فالM مع M راح صفت عندنا ناقص A X على G ويساوي ناقص كم A X رضي معنا اللي هي ناقص 1 و 74 بالمية وقصومة على 10 فبطلع معنا الجواب اللي هو السالب مع السالب التي تروح طبعا و 1 و 74 تقسيم 10 اللي هي طبعا 0.174 طبعا شو الوحدة مع الها وحدة ليش لانه هذا معامل فالMU S MU K ما لهم معاملات فاحنا هيك بكون حلينا السؤال فان شاء الله بكون هاي نغطينا كل الافكار في عندنا بعض الافكار اللي حليناهم في السابق على تطبيقاتها قوانين يوتن كنا نقول فريكشن ليس سيرفس يعني سطح عديم الاحتكاك بإمكانكم تعيدوا حل المسائل هذيك كل لكن يكون في عندنا احتكاك اللي هو الفريكشن فورس أتمنى الأمور تكون ان شاء الله واضحة ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون عبارة عن حل على بعض الأسئلة على هذا ومن ثم ننتقل إلى الشابتر اللي بعده يعطيكم العافية